اهلا وسهلا بكل متابعين القرآن متابعين المختصر المفيد في الدورة الخاصة بالسيكشن عقناتهم في زبرين في الجزء السابع احنا النهاردة في الجزء السابع هنتكلم عن جهاز مهم اسمه Limbic System الPDF الخاص بالفيديو ده هسيب لكم لينك تحميله في وصف الفيديو تقدروا تحمله من على قناة المختصر المفيد الموجودة على تليجرام Limbic System هو عبارة مجموعة من التركيب والهياكل المتدخلة مع بعضها والفايبر تراكتس موجودين داخل الدماغ بجوار السطح الداخلي للتيمبرال لوب التركيب والاجزاء المكونة لل Limbic System بتحتوي على مسارات عصبية مهمة بتمتد إلى مناطق عميقة موجودة في الدماغ زي الميت برين اللي هو جزء الدماغ والبيزان نيوكلوياي اللي هي الأنوية القاعدية والسريبرا الهيمسفيرز اللي هي نصفة المخ الوظيفة العامة لل Limbic System هو التحكم في السلوك الانفعالي بالتحديد Limbic System بيشارك في الأجريشن اللي هو التصرف أو السلوك العدواني والصبميزف اللي هو الخضوع والسكشوال بيهيفيور اللي هو التصرف أو السلوك الجنسي والممري اللي هي الزاكرة والليرنينج والجنرال ايموشن ريسبونس اللي هي التعلم والاستجابات الانفعالية العامة الأجزاء والتركيب اللي بتكون ال Limbic System بتشمل كل منه الهيبو كامبس والأميكدالا والولفاكتري تراكتس والفورينيكس والسينجيوليت جيرس والماملاليبادس بس الأول فيه منطقة مهمة موجودة في الدماغ اسمها براهيبو كامبال جيرس الجزء ده اسمه براهيبو كامبال جيرس بيكون موجود على السطح الداخلي للتمبرال لوب البرهيبو كامبال جيرس بيكون شبه السي هورس اللي هو حصان البحر في منظر الكورونال فيو الشكل ده هو كورونال فيو وجزء ده هو التمبرال لوب الجزء داخلي منه اسمه براهيبو كامبال جيرس ودي شكله عامل زي حصان البحر البرهيبو كامبال جيرس بيحتوي على كل من الهيبو كامبس والأميكدالا ودي عبارة عن تركيب مسكولة عن عملية الممور اللي هي الزاكرة والإيموشن اللي هي الانفعالات ده شكل البرهيبو كامبال جيرس بيحتوي على الهيبو كامبس والأميكدالا بتكون موجودة قدام الهيبو كامبس بيوضح لنا شكل الهيبو كامباس موجود داخل البرهيبو كامبالجيروس الهيبو كامباس مسؤول عن نقل المعلومات من الزاكرة قصيرة المدى للزاكرة طويلة المدى ده سيتي اجزال فيو بيوضح لنا شكل الهيبو كامباس موجود داخل البرهيبو كامبالجيروس وبيكون موجود قدامه شوية كده الامجدالة وده سيجدال فيو امار اي بيوضح لنا شكل الهيبو كامباس وده قدامه الامجدالة الأمجدالة هي كتلة من الجري مطر على شكل حبة اللوزا بتكون موجودة داخل الدماغ في الجايرس الي اسمه برهب جامبل جايرس قدام الهيبو كامبس وقدامه شوية كده حبة اللوزا دي اسمها أمجدالة ودهceptور إحمار آي بيوضح لنا شكل البرهب بوكامبال جايرس بيحتوي على الهيبو كامبس وده شكل الأمجدالة الولفاكتري تراكتس بتكون موجودة تحت الفرونتال لوب يعني ده شكل الفرونتال لوب ودي الولفاكتري تراكتس وبتكون متصلة بالامجدالة علشان تنقل المعلومات الخاصة بحسة الشم إلى داخل الليمبيك سيستم نيجي بعد كده للفورونيكس الليمبيك سيستم بيكون مرتبط ومندمج مع التركيب والهياكل المهمة داخل الدماغ بوسطة مجموعة من الليمبيك فايبر تراكتس أشهر التراكتس أو السبل دي حاجة اسمها فورونيكس الفورونيكس بتكون موجودة تحت الاسبلينيوم أوفزاكورباس كاللوزم وبتكون السطح السفلي من السيبتام بوليسيدام اللي هو بيكون موجود ما بين السريبرال هيمسفيرز الوظيفة المحددة للفورونيكس هي أنها بتدمج وتوصل ما بين الهيبو كامبس والمناطق الوظيفية الأخرى اللي موجودة في الدماغ ده شكل الهيبو كامبس وده شكل الفورونيكس اللي بيتوصل ما بينه وما بين المناطق الوظيفية الأخرى الموجودة داخل الدماغ في الكورنال فيو ده البرهيبو كامبل جايرس بيحتوى على الهيبو كامبس وبيكون موجود قدامه شوية الاميجدالة وده شكل السلمس وده السينجوليت جايرس ولنشرحه كمان شوية وده الكوربس كاللوزم بيكون موجود تحته الفورنكس ده شكل البرهيبو كامبل جايرس بيحتوى على الهيبو كامبس وده الاميجدالة وده الفورنكس بيكون موجود فوقها السينجوليت جايرس وده الفاكتري تراكت اللي بين الإشارات الخاصة بحسة الشم بيكون موجود تحت الفرونتال لوب والسينجوليت جيروس بيكون موجود على السطح الداخلي لكل سريبر الهيمسفير بالتحديد فوق الكورباس كالوزن يعني الجزء ده هو الكورباس كالوزن بيكون موجود فوقه على السطح الداخلي بيكون موجود السينجوليت جيروس وآخر حاجة في اليمبيك سيستم هي المامل الريبادس المامل الريبادس عبارة عن جسمين مدورين وصغيرين موجودين على السطح السفلي من الهايبوسالامس ومسؤولين عن عملية الزاكرة والموتفيفيشن اللي هو التحفيز المامر ريباطيس بتستعبير المعلومات من الهيبو كامبس بواسطة الفورينيكس وبتتفرع إلى قلياف بتنتهي في الجزء الأمامي من السلامس والبريأك ودكت الجريماتر الموجود في الميت برين السيجلت فقي دату ده بيضح لنا شكل المامر ريباطي بيكون موجود أسفل المامر ريباطي الده السلامس وده المامر ريباطي والأجز يارف يو ده بيضح لنا شكل ده الميت برين وده سوبرسيلر سستيرن وده شكل الماملوري بادي وجزء ده هو البرهيبو كامبل جيرس بيحتوي على الهيبو كامبس وإلى مجدالة أي طلف بيحصل الهيبو كامبس ممكن أنه يسبب فقطان في الزاكرة علشان كده إرانين عالي الدقة بيكون مفيد في الحالات اللي بتعاني من الدمنشا أو السيجرس لأنه بيوضح لنا حاجة اسمها هيبو كامبلر سكرولوسيس وده يعني تصلب في الانسجة المكونة للهيبو كامبس ده شكل الهيبو كامبلر سكرولوسيس في الامر آي وظيفة الامجدالة هي أنها بتشارك في عملية التعلم وتحديد المخاطر البيئية المحيطة يعني مثلا لو أنت تلسعت من حاجة فهتلاقي الامجدالة دي بتحذرك وتقول لك خلي بالك علشان اللي أنت بتعمله ده ممكن يكون خطر وبالتالي أي طلب بيحصل في الامجدالة بسبب اضطرابات عصبية وبيأثر على السلوك زي الألاء المتزايد وحالات الفوبيا وكده نبقى خلصنا الجزء السابع من السيكشن الاتومي ما تنسوش أن رابط البي دي اف الخاص بالفيديو ده هيسابه لكم في وصف الفيديو تقدروا تحملوه من على قناة المختصة المفيد الموجودة على التليجرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر